منذ إعلان فراس الأسد ابن عم الرئيس السوري معارضته للنظام وهو لا يتوقف عن كشف أسرار وخفايا العائلة الحاكمة خاصة والده رفعت وصراعه على السلطة مع عمه حافظ وكان من بين تلك الأسرار التي كشفها ثروة نجل حافظ الأسد الأكبر باسل بعد رحيله في عام الف وتسعمائة وأربعة وتسعين وزواجه السرية فما القصة؟ نشر فراس رفعة الأسد عبر صفحته على فيسبوك أنه بعد وفاة باسل الأسد في ظروف غامضة في تسعينات القرن الماضي تواصل حافظ الأسد مع نجله بشار الذي كان يدرس الطب حينها في لندن وطلب منه العودة فورا إلى دمشق لكن قبل عودته طلب منه الذهاب إلى سويسرا ليرى كيف سيستطيع سحب ثروة باسل الأسد الموجودة في البنوك السويسرية والتي قدرت بـ 23 مليار دولار وأكد فراس أنهم تمكنوا من استرجاع أموال باسل من خلال سفير سوريا السابق في الأردن بهجة سليمان حيث جاء في تقارير سرية أن النظام السوري استطاع استعادة أموال باسل الأسد بعد وفاته في عام 1994 من البنوك السويسرية عن طريق تزوير أوراق زواج باسل من ابنة بهجة سليمان وبرر فراس رفعة الأسد نشره لتلك الأسرار ليرد على الاتهامات الموجهة له من قبل المخابرات السورية بسرقة الأموال وامتلاكه الملايين وأنه يعيش في قصور ولديه أسطول من السيارات إذ نفى فراس كل تلك التهم تماما وأشار إلى أنه يعيش حياة بسيطة مع عائلته وأولاده الأربعة في منفاهي في أوروبا وبين الحين والآخر يقوم فراس الأسد بنشر أسرار النظام السوري عبر صفحته على فيسبوك وتحظى تلك المنشورات باهتمام بالغ نظرا لكون فراس من أصحاب العلاقات المباشرة مع النظام وغالبا ما تثير منشورات فراس غضب دريد الأخ الأكبر له حيث يرد على شقيقه بإنكار ما يكتبه عن جرائم أبيه وبرأه منها كما يوجه انتقادات لاذعة لفراس ووالدته وسبق وكشف فراس أن سبب ثراء عائلة الأسد وخاصة أشقائه الذكور في سوريا من خلال حصولهم على مئات الملايين وبيعهم الآثار السورية المحفوظة بصناديق منذ سنين طويلة وتحدث كذلك عن طمع والده رفعة الأسد حيث روى كيف عقد والده مع عمه حافظ الأسد صفقة إثرى صراعهما على السلطة في عام 1984 والتي انتهت بتحويل حافظ 100 مليون دولار من البنك السوري المركزي إلى حساب رفعة في سويسرا مقابل تخلي والده عن السلطة وشراء حافظ السلطة والوطن على حد تعبيره الكريكة